واحد بيسألني قبل المطش بيقول لي بعد المطش ناسف بيقول لي هو ايه الفرق بيننا وبينهم قلت له انت شايف الاتنين اللاعبة اللاعب المصري واللاعب الألماني وهم طلعين بص فرق الجسم ده واحد مبني ماشينا ده المكينات الألمانية والتاني يعني فيه الروح الفرعونية يعني انتوا عارفين فيه فرق بالمكينات الألمانية والناس اللي عندها الروح الفرعونية دي حاجة ودي حاجة مستوى فيه فرق كبير ولكن الاهلي قدم أداء عبقري عظيم يجب أن أخص بالشكر يجب أن أخص بالشكر محمد الشناوي يعني لو في الملعب ده يتعمل تمثال بعد المطش يتعمل للشناوي الفرقة اللي الأهلي كان بيلعب قدامها ده يعني تعرفين طبعا برا بيلعبه بالإحصائيات بيقولك إن بارميونخ ده الأرقام بتاعته إيه إنه كل خمس هجمات بيجيب جول يعني كل ما يهاجم خمس مرات يجيب منهم جول دي النسبة يعني راح وما نفعش التالتة الخمسة بيجيب جول المرات دي بارميونخ هاجم خمس ست مرات جب منهم جونين فرقة هي الأفضل في العالم فرقة فيها أعظم لعيبة في أوروبا ورغم ذلك النهاردة محمد الشناوي محمد هاني أي منعش يعني كل العيبة النادي الأهلي كانوا عظماء في الشروط التاني الأهلي لو عنده مهاجم تاني أهو بقوله لو عنده مهاجم بيعرف يجري على الجول كان ممكن يحصل شيء ولكن هذا الأمر يعني ما كناش بنأمل فيه قوي بس خلينا نكون صرحة مع بعض هو إيه كانت التوقعات مبارح قال لك بقى هناخد سبعة وهناخد تمانية وستة وخمسة والحوادد دي إنما النهاردة الأهلي كانواقف عالج ليه فريق ند فريق محترم فريق موجود موجود في هذه البطولة حيلعب معه الفريق البرازيلي على المركز التالت والرابع أنا بحيي النادي الأهلي وبحيي لعيبة النادي الأهلي والأهم 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 جمهور النادي الأهلي اللي كان معمول النهاردة في الاستاذ ده جمهور يتحية ده جمهور محترم ده جمهور واقف ورانا دي بعد ما الماتش خلص هو بيحيي لعيبة بالإسم ناس عندها وعي فهمة إنه أنت عملت اللي عليك أنت عملت اللي عليك جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي جمهور النادي